بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والرادين وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين الحمد لله الذي أنزل القرآن لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق أخباره ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياده وأزهاره أنزل الله القرآن لنا كتابا كتابه فهو كتاب الله الدال عليه لمن أراد معرفته وطريقه الموصلة لسالكها إليه ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات ورحمته المهدات التي بها صلاح جميع المخلوقات القرآن ورحمة الله المهدات إلينا التي بها صلاحنا وصلاح جميع المخلوقات على وجه هذه الكائنة والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب القرآن باب الله الأعظم الذي منه الدخول باب الله الأعظم الذي منه الدخول القرآن باب الله الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبوال القرآن هو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء القرآن القرآن يا أحبابي لا تفنى عجائبه ولا تقلع ساحائبه ولا تنقذ آياته ولا تختلفه دلالاته كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا وكلما بجست معينه فجر بها ينابيع الحكم تفجيرا القرآن يا إخواني نور البصائر منعماها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها وحياة القلوب القرآن هو حياة القلوب ولدة النفوس ورياد القلوب وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح القرآن هو حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح والنجاح يا أهل الفلاح والنجاح حي على الفلاح نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم أسمع لو صادف القرآن آدانا واعية وبصر لو صادق قلوبا من الفساد خالية لكن يا إخواني عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها فلم تجد حقائق القرآن إليها منفذ وتحكمت فيها أصقام الجهل فلم تنفع معها بصالح العمل أما بعد أيها السعداء أيها الأحباب الكرام أخوكم أبو حور صاحب قناتي الرائدة في الروحانيات جاءكم بدخيرة من دخائر القرآن ألا وهي وينصرك الله نصرا عزيزا النصر على الأعداء وعلى الظالمين الذين يحتقرون الناس فهذا الوفق يا أحبابي المسطر أمام أعينكم وبالنصر فانصرني وكن لي ناصرا وبالفتح فافتح لي كنوزا تقفلت فهذا المربع المسطر أمام أعينكم في أعلى في الأعلى وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك عددها بالحساب المغربي 346 وطريقة تعميره سهلة نبدأ من هنا 346 347 348 349 الله عددها 66 65 66 67 68 68 هل من يغلق ديها نصرا 311 310 390 390 310 311 312 عزيزا 95 95 94 94 93 92 92 فإذا أعددنا هذا السطر وينصرك الله نصرا عزيزا ها هو كما ترون 346 زائد عدد اسم جلالة اللي هو 66 زائد نصرا 311 زائد عزيزا 358 818 لاحظوا معي هذا 818 هو عدد سلام قولا من رب الرحيم المهم هذا الوفق نحيط به هذا البيت الجلجلوتي العظيم وبالنصر فانصرني وكن لي ناصر وبالفتح فافتح لي كنوزا تقفلت هذا النصر على الأعداء وكذلك لفتح الكنوز إذا كانت مقفلة تحمله فوق رأسك هذا يحاط بهذا البيت من جميع من أركانه الأربع من أركانه الأربع لكن نصيحتي لكم وهو أن يكتب هذا الوفق بمداد طاهر على جهاته الأربع البيت الجلجلوتي وحوله صورتي النصر والفتح صورة النصر إذا جاء أنصر الله الفتح وصورة الفتح صورة الفتح كذلك وذلك يوم السبت في ساعة عطارد والقمر في منزلة سعيدة يكون القمر مسعود ويبخر بالعود الجاوي والكندر وتقرأ عليه البيت البيت وبالنصر فانصرني وكن لي ناصرة وبالفتح فافتح لي كنوزا تقفلت وبسم الله رهي إذا جاء أنصر الله وصورة الفتح مئة مرة وتكون في مكان خالي عن الضوضاء وحيدا بعيدا عن ناس وتبخره بالعود والجاوي والكندر وتقرأ عليه البيت الصورة مئة مرة وعلقه على رأسك فإنك تغلب خصومك وكل جبار عنيد سواء من الإنس أو الجن وتقهر أعداءك ولا يؤثر فيك السلاح ولا غير ذلك بإذن الله تعالى وكذلك يمكنك كتابته في رق غزال في جلد الغزال لكون مدبوح مقي بماء الآس يوم الجمعة بعد انفضاد الناس من صلاة الجمعة وتبخر بالعود العنبر وضعه في حافظة من الفضة غلف بالفضة وعلقه عليك فوق رأسك فهو غاية فاعرف قدر ما وصل إليك أيها الحبيب ها هو الجذول أمام أعينكم ها هو الجذول قلوه كما هو مبين لكم صلِّ اللهم وسلِّم على عين الرحمة صلِّ وسلِّم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتخلقة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني صلِّ يا ربي صلِّ وسلِّم على نور الأكوان المكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأصطع بمزن الأرياح المالئ لكل متعرض من البحور والأواني صلِّ صلِّ يا حبيبي يا ربي على نورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان صلِّ وسلِّم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقدم صراطك التام الأقوام صلِّ على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفادتك منك إليك إحاطة النور المتلصم صلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً تُعَرِّفُنَا بِهَا إِيَّاهِ وَفَّقَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ إِلَى مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ اللهم يا ربي اغفر لنا وتوب علينا ولا تصلِّض علينا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا من لا يخافك ولا يرحمنا ونجينا من الأمراض والأصقام والعلل وتوب علينا واغفر لنا ولوالدينا ولمن علَّمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام